أهلا بكم في تسعينيات القرن الماضي شكل سلاح الكاتيوشا حجر الرحاف المواجهة بين المقاومة في لبنان وجيش الاحتلال في حرب عناقيد الغضب عام 96 كان 100 ألف مستوطنين تحت مرمى صواريخ الكاتيوشا على طول ما يسميه الاحتلال الحزام الأمني حينها قدر الكيان المؤقت خسائره المالية ب300 مليون دولار أما حاليا فأسهمت جبهة إسناد قطاع غزة من جنوب لبنان بتكبيد الاحتلال خسائر بلغت حتى مطلع كانون الثاني الماضي مليارا و600 مليون دولار شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والانتاجية الإسرائيلية قيمة الخسائر الزراعية فقط نحو 137 مليون دولار فيما تضرر نحو 500 مبنى ومنزل داخل المستوطنات باعتراف الاحتلال في كريات شمونة التي تتعرض لقصف يومي بحسب صحيفة يديعوت أحرانوت أصابت الأضرار 43 مبنى ومنزل أما المباني الأخرى فهي مهجورة ولافت مشاهدين أنه خشية من صرقتها كلفت شركته حراسة بحماية الممتلكات بما يكبت بلدية المستوطنة نصف مليون شيكل أما باقي المستوطنات الإسرائيلية فقد تعرضت لأضرار وأصيبت عشرات المنازل بدرجات متفاوتة ومنها 131 منزلا في المطلة 43 في كريات شمونة كما ذكرنا المنارة 121 9 منازل في الملكية 37 في شتولة 5 في حنيتة 25 منزلا في زرعيت 130 منزلا في شلومي ووفق يديعوت أحرانوت أيضا فأن الأسبوع الماضي شهد ارتفاعا في إطلاق الصواريخ الثقيلة من لبنان مثل بوركان وفلق واحد نحو المستوطنات المحاذية كل هذا الواقع المستجد يعزز مسار الهجرة العكسية الدائمة من مستوطنات الشمال نحو الوسط والجنوب حتى خارج فلسطين المحتلة وإذا كان نحو 80 ألف مستوطن قد أخلوا الشمال هربا من عمليات المقاومة الإسنادية هذه فأن 20% من هؤلاء يؤكدون أنهم لا ينوون العودة إطلاقا بحسب استطلاع رأي نشر أخيرا